بسم الله الرحمن الرحيم معاكم المهندسة سماح عبد الفتاح والنهاردة هنشرح لسن فور decimal numbers decimal numbers fraction which have denominator 10 and written by using a point called decimal point يعني decimal number لازم يبقى عندي fraction ال denominator بتاعه 10 وانا هقولك ان هو 10 or hundred or thousand لازم يكون ال denominator 10 or hundred or thousand عشان اقدر احط decimal point واكتبه على شكل decimal number اوكي يعني decimal number ثاني هو fraction has denominator 10 or hundred or thousand ولما اكتبه هكتبه contain a decimal point اوكي يعني لو عندي 7 over 10 اقدر اكتبها بالشكل ده 0.7 or 0.7 يعني لو انا قلت 7 tens لا ده يبقى رقم عادي يبقى 7 في الديجت بتاعت التنز لكن لو قلت 7 tens ده يبقى الدسيمال point والرقم ده بعد الدسيمال point 7 tens اوكي طيب لو عندي المكسد نمبر ده 2 and 5 over 10 اوكي decimal point then i can write 5 اوكي يعني احنا قلنا ان 7 over 10 بكتبها 0.7 لان ده fraction الدينوميناتور بتاعت 10 لو عندي جنب الفراكشن whole number هكتب الwhole number مكاني الزيرو اوكي وهكتب التراكشن after decimal point اوكي وللتوضيح اكتر يعني لو انا عندي 2 point 5 التو دي ايه ده الwhole number اللي عندي ده الwhole number part الفايف اللي بعد decimal point ده اسمه decimal part الpoint احنا عارفين ان اسمها decimal point اوكي عندي رقول مهمة page 35 في المعاصر بيقول لي to convert an improper fraction of denominator 10 to a decimal put a decimal point after one digit from the right put the decimal point after one digit of the right اوكي طيب احنا قلنا improper fraction هو الفراكشن اللي فيه النيوميريتور اكبر من الدينوميناتور النيوميريتور اكبر من الدينوميناتور ليه بسميه improper fraction قلنا قبل كده اوكي اوكي لان انا ممكن اعمله عملية وحوله الميكسد نومبر لان هو كسر مش اولي او كسر مش حقيقي فممكن ياخد صورة تانية لكن البروبر فراكشن واللي هو النيوميريتور فيه اقل او يساوي يعني less or equal to the nominator صورته ما بتتغيرش لكن الimproper ممكن اكتبه as mixed number نرجع لموضوعنا لو عايزة اكتب الimproper فراكشن as decimal number اعمل ايه اعد one digit from the right واحط ال decimal point يعني انا عندي 32 over 10 هقول equal طبعا الكسر ده اقدر اكتبه decimal number ليه لان الدينوميناتور بتاعه 10 تاني ما اقدرش اكتب كسر على شاكل decimal number الا لو كان الدينوميناتور بتاعه 10 or hundred or thousand انا عندي ده الدينوميناتور بتاعه 10 يبقى اذا خلاص هقدر اكتبه decimal number هشيل ال 10 وانزل 32 وحعد one digit from the right وحط ال point يبقى 3.2 تمام لو كان الدينوميناتور equal hundred هعد two digit from the right لو كان الدينوميناتور thousand هعد three digit from the right يعني عدد الديجت اللي انا بعدها from the right equal to number of zeros in denوميناتور كي يعني انا عندي الدينوميناتور هنا 10 يعني عندي zero واحد يعني هعد one digit from the right وحط decimal point بتاعتي كي نفس الكلام لو عندي one hundred twenty six over ten هنقول equal هنشيل ال ten وحنكتب one hundred twenty six وحعد one digit from the right وحط ال point بتاعتي يعني decimal number بتاعي هيبقى اسمه twelve point six طيب عندي هنا example مهم جدا جدا لما يقول convert each of the following to the decimal form طيب letter three over five انا عايزة اكتبو as decimal number طيب three over five هل ممكن اكتبو as decimal number no i can't ما اقدرش ليه ال денوميناتور مش ten ولا hundred ولا thousand يعني ده عندي fraction ال денوميناتور بتاعه مش ten ولا hundred ولا thousand مش هقدر اكتبو decimal point لازم هعمل تعديلات يبقى three over five equal هنزل three over five طيب اقرب حاجة اقدر احول لها الفايف اللي تحت اقدر احول ها لتن بسهولة ان انا اضربها by two اوكي فطبعا لازم multiply numerator and denominator by two اوكي يعني three over five by two over two اوكي عشان ما غيرش قيمة الكسر يبقى equal six over ten equal هشيل ten وحط zero يعني هنزل six وهد one digit from the right طبعا هي six الوحد وحط decimal point بتاعتي وهوط في خانة الهول number zero وحقراها six ten ths six ten ths اوكي طيب letter b بيقول لي مديني mixed number twelve and one over two اوكي طيب اتفقنا ان ال twelve ما فيش مشكلة هتنزل مكان ال whole number طيب one over two اقدر اكتبها as decimal ما اقدرش لان ال demonator بتاعي two لازم يكون ten يبقى عشان يتحول لتن لازم multiply two by five اذا i must multiply one over two by five over five اوكي عشان مغيرش قيمة اضرب فوق وتحت في ال five اوكي يعني equal ال twelve هتنزل زي ما هي وال two وال one by five equal five over two by five equal ten اوكي يبقى ال twelve هتنزل وحط ال point بتاعتي وحط ال five واجب تقري twelve and five tenths اوكي طيب letter c fourteen over five عايز اكتبها as decimal number اوكي fourteen over five طيب يبحى بص لل denominator five يبقى i can write it as decimal number اوكي يبقى لازم حول ال five لتن يبقى i must multiply five by two and i must multiply fourteen by two عشان مغير ش ايمة الكسر اوكي يبقى ايقوال fourteen by two over five by two ايقوال twenty eight over ten هشيل التن ونزل twenty eight وهعد one digit from the right وحط decimal point and i can read it as two and eight tenths ايقوال طيب باتر d forty eight over forty forty eight over forty طيب ابوصل الفraction دهال الدينومناطور ايقوال ten or hundred or thousand نون يعني i can write it as decimal number حامل ايه طبعا انا عايز احول الفورتي لتن يبقى i must divide it by four اوكي يبقى مدام اسمت تحت divide by four يبقى i must divide the numerator by four عشان ما غيرش الفاليو بتاعة الفراكشن يبقى equal forty eight divide by four over forty divide by four يعني equal twelve over ten حنزل twelve add one right from the digit from add one digit from the right and put decimal point بتاعتي i can read as a one and two tenths حنت حنت كلم دلوقتي على place value of decimals اتفقنا ان place value هو اسم المكان او اسم الموجود في النمبر لكن value هو ايمة النمبر بالزير اللي قدامه حكتب الرقم ب m2 اوكي يعني لو عندي forty five point two اوكي هوزعها ازاي as usual يعني هحط five تحت اليونت والfour تحت tens طبعا ما عنديش حاجة تحت الهندرد بعدين احط decimal point on the right from الهول نمبر اللي عندي ده واحط بعديها decimal نمبر واول ديجت تيجي بعد decimal نمبر على اليمين اسمها ten ث اوكي يعني لو عندي one hundred twenty five point seven هوزعها كده five تحت اليونت two تحت tens one تحت hundred وده اللي احنا عارفينه من زمن حاجة على يمين الرقم ده وحط decimal point وبعدين حط decimal number اللي هو seven تحت ال ديجت اللي اسمها ten ث اوكي لو عندي one point nine طبعا one حيتحط تحت اليونت وبعدين على يمين decimal point وال nine تحت المكان الاسمه ten ث اوكي twenty point four هحط هحط ال zero تحت اليونت وال two تحت tens وإحنا ده اللي احنا عارفينه وبعدين هحط ال decimal point على اليمين وال four دي تحت ال ديجت اللي اسمها ten ث اوكي اوكي اوكي